أهلا بكم خلال لقاء الأسبوعي بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسة البابا فرنسيس بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وبوفد الطلاب القادمين من الشرق الأوسط وقال لهم إن الشهداء من الرجال والنساء يعلموننا أنه بإمكاننا أن نجاهد بقوة المحبة والوداعة ضد التسلط والعنف والحرب وأن نحقق السلامة بصبر وأضافة أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبلوا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحر إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتل الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الأخوة والأخوات الأعزاء من خلال كتاب أعمال الرسل نتابع اتباعنا لمسيرة الإنجيل في العالم يظهر القديس لوقاب وبواقعية كبيرة إن كان خصوبة هذه الرحلة وإما قيام بعض المشاكل في داخل الجماعة المسيحية كيف يمكننا أن نوازن بين الاختلافات التي تتعايش في داخلها بدون أن تحصل نزاعات وانشقاقات لم تكن الجماعة تستقبل اليهود وحسب وإنما اليونانيون أيضا والأشخاص القادمين من الشتات مع ثقافاتهم وتقاليدهم هذا التعايش يحدد توازنا هشا وغير ثابت وإزاء الصعوبات يظهر زؤان التذمر وبالتالي كان اليونانيون يتذمرون بسبب إهمال الجماعة تجاه أراملهم كيف تصرف الرسل أمام هذه المشكلة؟ لقد كان الرسل يدركون على الدوام أن دعوتهم الأساسية هي أعلان كلمة الله وقد حلوا المشكلة إذ أنشأوا مجموعة من سبعة رجال لهم سمعة طيبة ممتلئين من الروح والحكمة لكي يهتموا بخدمة الموائد من بين هؤلاء الشمامس السبع تميز بشكل خاص استفانوس وفليبوس بشر استفانوس بالقوة والحق ولكن كلمته واجهت مقاومة عنيدة وإذ لم يجد أعداؤه الأسلوب لإيقافه اختاروا الحل الأحقر لتدمير كائن بشري الافتراء أو شهادة الزور وإذ ثق إلى المجلس وتم اتهامه من قبل شهود زور أعاد استفانوس قراءة التاريخ المقدس الذي يتركز في المسيح وادان في هذا الصياق الرياء الذي تم من خلاله التعامل مع الأنبياء والمسيح وقال أيا من الأنبياء لم يضطهده أباكم فقد قتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار وله أصبحتم أنتم الآن خوانة وقتلا هذا الأمر سبب ردة فعل عنيفة في السامعين وحكم على استفانوس بالرجم ولكنه أظهر المعدن الحقيقي لتلميذ المسيح لم يبحث عن مهرب ولم يستجر بشخصيات يمكنها إنقاذه بل وضع حياته بين يدي الرب ومات غافرا كابن لله يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة تعلمنا كلمات استفانوس هذه أن ليست الخطابات الجميلة هي التي تظهر هويتنا كأبناء لله وإنما فقط تسليم حياتنا بين يدي الآب والمغفرة للذين يسيئون إلينا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنطلب نحن أيضا من الرب إذ ننظر إلى شهداء اليوم والأمس أن نتعلم عيش حياة كاملة وننقل استشهاد الأمانة اليومية للإنجيل وللتشبه بالمسيح حضروا لعباريش بخيرين لغاية للمغفرات الأمانة اليومية للإنجيلة للأمسيح المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة